أولاً عندما تنظم تدريبات فإنها تتم على تطاريس معينة ولكن فائدة التدريبات يمكن الاستفادة منها في تطاريس أخرى فالعمل المشترك بين الولايات المتحدة والمغرب في تدريبات زائر الأسد في التسعينيات جعلت من الممكن للقوات المغربية أن تعمل معي بسهولة في البوسنة بين عام 1999 وعام 2000 التقنيات العسكرية هي نفسها سواء كان ذلك في البحر الأدريتيكي أو الغابات أو الصحراء ثانياً عندما تنظر إلى أفريقيا بشكل عام ستجد العديد من الدول الهشة والقوى التي تدير الدول هي حديثة العهد وربما لم تكن موجودة كدول قبل عام 1960 كما أن التهديد الحقيقي في أفريقيا ليس في معظمه استخدام دولة للعنف ضد دولة أخرى وإنما ياتي التهديد من تفكك أوصال الدولة وصعود لاعبين أشرار لا يمثلون دولاً هكذا فإن القوات المسلحة في العديد من الدول الإفريقية هي أكثر مؤسسات الحكومة فعالية فهي تستجيب للكوارث والطوارئ وإخفاق البنية التحتية لذلك فالعمل مع الحكومات هو السبيل لدعم فعاليات الدول الإفريقية